السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احبائي المتابعين اهلا وسهلا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله راح اعمل معاكم كاب كيك بدقيق البر فخليكم معايا اول شي قمت به هو اني كسرت بطين عافي طربق صغير جانبي عشان اتأكد انهم مش خربانين وكل بيضة سليمة اه وبعدها قمت ب يعني بالمز او بالخلط بتاع البيض البيض اخفق البطين مع بعض لحد ما يمتجوا كويس وبعدين اضيف عليهم ثلاث معالق كبيرة من السكر طبعا هنا السكر حسب الرغبة انا حطي ثلاث معالق سكر لانه عاملة كاب كيك صحي ما انصح نهائيا بكمية كبيرة من السكر لان السكر له اضرار كبيرة اضرار كتير على الصحة وراح اضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة ميزة الزبدة انها بتعطي للقاب كيك هشاشة من الداخل هنا انا اضفت معلقة كبيرة من الزبدة راح استمر في الخفق لحد ما احس طبعا الزبدة هنا بحرارة الغرفة وراح استمر في الخلط لحد ما تمتزش معايا الزبدة مع البيض والسكر وراح اضيف عليهم كمان نصف كأس من الحليب زي ما انتو شايفين انا هنا استمرت في الخلط واضفت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا طبعا ممكن تستخدموا اي منكه تاني انتو تحبونه ما تحبوه مثل قشر البرتقال او اي شي انتو تفضلونه انا بحب الفانيليا وهذا هو الدقيق اللي انا استخدمته ودقيق البر من فوم هو منتج سعودي راح انخله مرتين المرة الاولى نخلته وهذه ثاني مرة راح اضيف كوب ونصف من دقيق البر شكرا راح احط الكوب ونصف من الدقيق تدريجيا تدريجيا واستمر في الخفق طبعا اه لحد ما احس اني المكونات بتاعتي كلها امتزاجت معابا ورح اضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكن باودر راح استمر بوضع الدقيق بالشكل التدريجي لحد ما اخلص الكمية اللي عندي واحصل على القوام المطلوب للكوب كيك طبعا لهو يعني تقيل ولهو خفيف وسط راح احط اه معلقة صغيرة من البيكن باودر واستمر كمان في الخفق وزي ما قلت لكم الدقيق بنحطه تدريجيا لحد ما نحس اننا وصلنا للقوام المطلوب شكرا راح اصابه لمدة خمستاشر دقيقة انه يرتاح وبعدين امر احطهم في القوالب الورقية وده القالب المعدني حطيت عليه القوالب الورقية هذه راح احط ثلاث معالق تقريبا في كل كوب ورقي وطبعا الفرن بيكون سخني جدا قبل ما دخلهم الفرن ورح استمر لحد ما خلص تقريبا كل الكمية وده راح احط عليهم الشوكولاتة طبعا ده كمان اختياري اللي ما يحب يحط شوكولاتة ما يحطها عادي جدا لكن انا عشان افتح نفسية الاولاد انهم يخدوهم او يكلوهم طبعا هنا بعد ما خلص راح ادخلهم الفرن لمدة خمستاشر دقيقة من تحت وبعدين خمس دقائق من فوق عشان يتحمروا ودي النتيجة النهائية بعد ما طلعتهم من الفرن طبعا زهينتهم بخطوط من الشوكولاتة في الاخير اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو وتنتظروني فيديو قادم وما تنسوا اللي لسه ما اشتركش في القناة اشتركوا الاعجابات والتعليقات كون محافزة لبتخليني استمر في تقديم وصفات جديدة الوصفة انصحكم فيها جدا جدا لانها صحية ومغضية وخاصة للاطفال في الاخير اتمنى لكم اوقات سعيدة واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته